السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقبة من لساني يفقه قولي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طلابي الصناعي جيل الإبداع والتميز جيل المهندسين بإذن الله تعالى حاب أحكي لكم ملاحظات مهمة جدا بخصوص امتحان الوزارة لمدة الرسم الصناعي أول ملاحظة مهمة جدا كيف بتم تثبيت دفتر الرسم دفتر الرسم في امتحان الوزارة بيختلف عن أي دفتر آخر ودائما الطالب أول ربع ساعة في الامتحان بنعجلك في تثبيته فأنا في نهاية هذا الفيديو جبت دفتر تقليدي مشافي كثير لدفتر الوزارة وبينت لك فيه كيف بتم تثبيته وكيف أني أنا بالطريقة الصحيحة أثبته وعيش أنقول للأسئلة عليه الآن في ملاحظات مهمة جدا بخصوص كمان الامتحان أول نقطة رئيسية أني أنا ضروري أقرأ الأسئلة بعض الطلاب أول ما يشوفوا الرسم بيبلش على طول يرسم فيها ويحل وبكون حلوا كله إيش خطأ لأنه ما قرأ السؤال بقولك أنا شايفها الرسم وما يرقى معي في الكتاب لازم أني أنا أقرأ السؤال كلمة واحدة في السؤال ممكن تبرك معك في كل الرسم فلذلك أول نقطة رئيسية حكناها أني أقرأ السؤال النقطة الثانية طلاب الأعزاء أنا بلش دائما في سؤال الضموز أو السؤال الإنشائي وكثير يسألون الطلاب بخصوص هذا الموضوع يا أستاذ هل هو رح يجينا فقط دوائر من شرط طلاب الأعزاء ممكن يجيك دوائر ممكن صح وخطأ ممكن يجيك أرسم الرموز ممكن يجيب لك يا المرسومات يحكي لك شو أسمائهم ممكن يجي في أي طريقة ممكن تتوقعها من الوزارة من شرط يجي دوائر أوكي فلذلك أنا دائما ببلش فيهن بعدين ببلش في الرسم الوقت الأقل ضروري جدا ما يعني عادي أكتب مثلا السؤال الرابع الرسمي كان وقت أقل ببلش فيها برسمها بعدين الأكثر وقتا عساس أنه أنا أكثر يعني كل الجاي أني أربع خمس رسمات بالكثير أربع خمس رسمات فلذلك أنا ببلش في الوقت الأقل في الرسم الأقل لحد ما أصل إيش للرسم الأخيرة وهيكي بكون أنت خلصت مدة الامتحان أكيد اللي هي عبارة عن ساعتين أو ساعتين وعشر دقائق كافي ويكون معك عشر دقائق أنك تراجع ما ترتبك الأسئلة نص حرفة من المادة وبتكون سهلة ما فيش فيها أي مشاكل حتى في قياسات ما بغيروها إحنا كيد زي ما أنتم عارفين شرحنا خمس تخصصات شرحناها بشكل مكثف حتى بعض الطلاب بيحكي لي يا أستاذ ليش تحكي مكثف أنت شرحت المادة بشكل أشمل شرحت كل شيء فيها شرحنا لأنه خمس تخصصات التكييف والتبريد التدفئة المركزية النجارة والديكور ميكانيكا السيارات اللي هي الميكانيكا المركبات والميكانيكا عامة ميكانيكا الإنتاج وأنا جاهز طلاب الأعزاء لأي سؤال ولأي استفسار إن شاء الله فالكم النجاح والعلام الكاملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الآن أعينا لكم هاي هذا عبارة عن دفتر تقليدي لدفتر الوزارة في مادة الرسم الصناعي الدفتر دائما هاي الصفحة بتيجي عنا بهذا الشكل تقريبا بتكتب هنا اسمك ورقم الجلوس والمدرسة هاي الأمور كلية تبعوا بوضحولك وياها نحن الآن إننا في الدفتر إيش من الداخل الدفتر من الداخل عبارة عن صفحة واحدة بهذا الشكل طبعا الكرتون اللي هو مش زي ورقة طبع على هذا فلي برسم مع ورق اللي هو برسم مع الكرتون مياش بكون أفضل لغسم على الكرتون الآن أنا بفتح الدفتر بهذا الاتجاه هاي عبارة عن تقريبا صفحة صفحتين ثلاث مراسقات في بعض وبنطوئ بهذا الشكل وبنطوئ بهذا الشكل وبتسلم أنت دائما أول ما تفتح الدفتر بتسميه بالله بسم الله رفضان الرحيم تقرأ السؤال دائما تثني بهذا الشكل ولان تفتح الصفحة تفتحه على الآخر تكتب هانا بتحل سؤال ورموز دائما نبدأ بسؤال ورموز لنفرض رقع عندك سؤال ورموز مثلا السؤال الثالث أو سؤال الحفظ أو سؤال الحكي قريب للإطراقة عشان يكون بعيد عن الرسم يفضل إذن الصفحة هاي بسفة حدفتر على الأخير أكتب فيها الأسئلة الإنشائية والرموز والحكي كله هانا يعني يكون من غير الرسم يكون موجود عنده هانا تنقل تكتب رقم السؤال تكتب السؤال مثلا الخامس السؤال الثاني الثالث تحل السؤال الموجود عنده هانا إذن هاي عرفنا شو الصفحة بنعملها الآن بتجيب الدفتر خليني أرجع أسكر لك إياه بهذا الشكل إذن هاينا نسكر دفتر الوزارة إيش المرحلة المهمة جدا في الرسم أنا أفتح الدفتر بهذا الشكل أنا هاني قاعد زي ما ينا دفت ط Prov هايني مصدرت الث تي ووله عنده في هذا الشكل وفتح عندي الدفتر وفتح إذا كبير الدفتر واخك الناس أدفتر نفسه تزيح достаточно حوالي إن اسمك والدفتر هذا الشكل وتأخذع لآخر صفحة ويتبلش Goes like انا عندي بثبته بهذا الاتجاه تلزقه عندي عادي تلزقه من هذا الشكل تلزقه من الطرف الثاني بهذا الشكل لزقناه ايضا تلزق من هان زي هيك هاي لزقنا الزوي هاي وهي انا لزقت عندي الطرف الآخر اذا حاب تحط لزقتين زيادة مثلا هذا التفبيت وكيف يصير بتبلش في اخف سؤال حيندك في الحل تكتب المثلا السؤال من الثالث الثالث مثلا الفرعا الحل بهذا الشكل تبلش انت ترسم باستخدام المسطرع وباستخدام المثلثات تدارى توسااااااااااااااااااااااه تدرس كل امورك مية بالمية نقلت السؤال رسمته الان بس ارسم السؤال في المنتصف او ارسم مہان بهذا الشكل ايش بفكر لزاق. فكنا لزاق بهذا الشكل. ما اخذش منه وقت على السريع. يفضل السؤال المهم جدا في الرسم ايضا انك انت بتقدر ايش تثني هذه الصفحة بهذا الاتجاه تثنيه بتخلي الدفتر زي هيك. وتلزق هاي بهذا الشكل. وبتحل ايش السؤال بعده. بتلزقه من هان زي هي. بعدين بتفك هاي الصفحة. بس تفكها. تمسك الدفتر وبتلفه. تلف الدفتر ايضا عندي. بترسم هان هيك. بتفك كله ازايك. بس ترسم انا هان على الجال اللي هو الاخر. بتلزق بترسم هان بتكتب تنقل ضرورة تنقل رقم السؤال. ضرورة تقرأ السؤال. ضرورة زي ما حكيت لك. تبلش في السؤال الاقل وقتا. بعد هيك بتزيحه للدفتر اللي جاي. ويش المرحلة بعدها. تثني الدفتر بهذا الاتجاه. وبتكتب السؤال اللي بعده بهذا الشكل. بحيث انك ايش كمل جميع الاسئلة. انت بهاي الامور بتكون. رسمت. جميع الاسئلة. ان شاء الله فقالكم النجاح والعلامة الكاملة. بتتفني دفترك بهذا الاتجاه. ترجع. بتسكره. بتسكره زي هيك. بتسكر بهذا الاتجاه وبتتفني. عشان تكون في الصورة اذا انا انا مسموح لي. ارسم. واحل. في صفحة تقريبا صفحتين ثلاث. ويقلب الدفتر نفسي اشي اربعة خمسة ستة. هذول ايش انا مسموح لي فيهن اني انا ارسم في اي اتجاه بدي اياه. عشان تكون في الصورة. بترجع بتتني دفترك وبتسلمه. هم بصلحوا جميع الدفتر من الداخل كاملا. بهذا يعني هذا المثال موجود. شرحت لكم كيف يتم تثبيت الدفتر في افضل طريقة. لا تنسى طلاب الاعزاء. انك تقرأ السؤال. وان شاء الله فالكم النجاح والعلامة الكاملة. يحياكم الله جميعا انا جاهز لاي استفسار ولا اي سؤال.